السلام عليكم ازايكم عاملين ايه يا رب تكونوا كويسين النهاردة هنتكلم مع بعض توقعات شهر مارس لالفين واحد وعشرين لموليد برج الدلو بالتفاصيل شهر مبارك ان شاء الله ازن الله في اخبار كتيرة جدا حلوة وفي توقعات جميلة طبعا ما تنسوش تصالوا على النبي عليها افضل الصلاة والسلام وتتوقعوا امنيات جميلة واخبار حلوة في فنجانكم اه وكمان تضغطونا لايك حلوة كده جدا زيكم وتضغطونا لايك الفيديو وتشتركوا في قناة وتفعلوا الجرس عشان خاطر يوصل لكم كل جديد للناس اللي اول مرة تسمعني وتدخل على القناة هتلاقي التوقعات السنوية والشهرية ان شاء الله بازن الله اول باول اه طبعا انا هحط لكم لينك الصفحة بتاعتي على الفيسبوك هنقول باسم هنحطها لكم في الوصف هنقول باسم الله دلوقتي ونشوف توقعات برج الدلو بتقول ايه بص يا برج الدلو كتير جدا 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 قلتلكم خلوا بالكم من افعالكم ومن عميلكم من الناس اللي حواليكم ومن واحدة ست من واحدة ست بتحاول تخرب حياتكم الست دي خسرتك ناس كتيرة جدا 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 وقعتك في خطأ وقعتك في شر اعمالها اهدى وحاول حياتك تتغير في علاقة في حياتك في طرف تالت في علاقة سلاسية في طرف تالت في حياتكم انتو بتمروا بظروف وحشة الايام دي بتمروا بظروف وحشة حصلت حاجات كتيرة جدا وحشة اتغدرت اتخنت اتكسرت اتطعنت من الحبيب من الشريك من صحابك من اقرب الناس ليك حصل عندك طعم في ناس كتيرة جدا بص يا برج الدلو انت عارف مشكلتك ايه وبرضو عادي مشكلتك ان انت بتسمع كتير بتسمع كتير في حياتك ساعتك بتكون ايه تفكيرك كله او انت قدر اقولك ان انت عايش في دوانة دايما بتقول حسب انا اقول اعمل وكيل في الناس اللي قزيتني اه الناس اللي دمرتني الناس اللي تكلمت عني شايفة كمان انه حياتك ماشية ببطء ماشية او في تراجع عندك في حياتك كل ما بتمشي خطوة بترجع الف الورا كل ما بتوصل لحاجة بتلاقيها مش ليك حاجة مش تابعك بترجع الورا برضو بص يا برج الدلو شايفة كمان ان انت الوقت الحالي اللي انت فيه اه في شوية مشاكل في شوية هموم بتخرج من البيت بتكون مبسوط بترجع البيت حياتك منقلبة شايفة ان انت مش مرتاح شايفة ان انت مش مرتاح يا موليد برج الدلو نهائيا الفترة دي شايفة كمان ان انت محسود محسود حسد كبير جدا وعليك عين قوية جدا صيباك من ناس كتير جدا ومن واحدة ستة اكلة وشربة معاكم من واحدة ستة اكلة وشربة معاكم صاحبتك صاحبتها كذلك الامر فيه واحدة ستة عينها وحشة جدا عليكم مدمر حياتكم انا مش عايزاكم تفكروا كتير جدا يا موليد الدلو انسة الدلو راجل الدلو مش عايزاكم تفكروا مش عايزاكم تدودانكم لحد احذروا من الناس الخينة من الناس الغشاشة الكدابة المنافقة ايه اللي في حقياتكم؟ عندكم كشف لزيارة الطبيب عندكم او دخلتم مع حد من احبابكم زيارة في الطبيب عندكم اشتياء لاطفال اشتياء لمولود جديد اشتياء لأهل اشتياء لحبيب لرجوح حبيب عندكم اشتياء حلو جدا جوه قلبكم قلبكم هيرجع يدق من جديد يا دلو انت ندمان على ايه بتفكر كتير جدا بلك مشغول ايه طريق الندم شايف ان انت خسرت موضوع خسرت عمل خسرت حد عز على قلبك خسرت حاجة معينة عندكم علاقات كتيرة جدا في حياتكم من كتر مع علاقاتكم ما تنجحش عندكم اخبار حلوة ان شاء الله باذن الله عندكم ارتباط حلو جدا هيغير حياتكم وهيحسن من اموركم شايفين الخط اللي في الطبق الفنجان ده ده بيدل ان حياتك ماشي زي الدوامة حياتك ماشي وبطل والتعبان ده ده بيدل ان هو عايز حده مش كويس في حياتكم منافق عندكم انطلاقة حلوة جدا لهم فنجانكم بيدل ان انتوا حزانة شوية بس اموركم هتتغير ان شاء الله باذن الله البعض من موليد بورج الدلو قاعدين لوحدهم معزليا نفسهم عن كل حاجة قاعدين بتعيطه قاعدين حزانة قاعدين لوحدكم مش عايزين تشوفوا حد ولا حد يشوفكم مش حاسين بالامان يا موليد بورج الدلو دايما بتدعو ربنا يشفينا ربنا يغير حياتنا صلوا على النبي عليه افضل الصلاة والسلام وادعوا ربنا الدعاء بيغير القدر اتخزلت اتخنت حاسس انه في حاجة بتحصل في حياتك غلط شايف ان انت كل ما بتتكلم وبتقول حاجة كويسة بتتقلب ضدك او بتتقلب عليك بص يا موليد بورج الدلو شايفة كل اللي انت ماشي فيه غلط في غلط هنشوف الفنجان دلوقتي بيقول ايه ده طريق الخط ده اللي انت ماشيين فيه ساعات بتحس انه غلط وساعات بتحس انه صح هو طريقك بطيء طريقك منقلب جواك حاجات كتيرة جدا ناس كتيرة جدا عاملة بتحبك بس يعملت زن في هدانك تزن في هدانك على الخراب وناس مش كويسة خالص نهائي عندك حاجات كتيرة جدا ممكن تأذيك احزر ابعد عن رأي الاخرين صمم على رأيك بس في الصح بص يا موليد برج الدل الخط ده بيدلك على الخير بس حاول ان انت تستفاد حاول ان انت تستفاد الناس اللي هي بوشين اللي بتودي وتجيب في الكلام بتقولك انت كلام وبتقولك غيرك كلام السحر اكل حياتك قلب حياتك جحيم مخليه حياتك مفيش فيها اي تجديد حاس انه اللي بتنام فيه بتصبح فيه مهما تعدي الايام ومهما تعدي السنين حاسس انه حياتك اللي انت بتنام فيه بتصبح به شايفة انه طفل جديد هينور حياتكم هتسمعوا خبر حمل هتسمعوا مولود جديد فيه خبر حلو ناحية الاطفال شايفة انه انت تعبان جسديا رجليك صداع دايما المستمر ألم في المعدة ألم في المفاصل في حياتك مفيش عندك استقرار حاليا الايام اللي فاتت بس ان شاء الله بإذن الله عندك حاجات كتيرة جدا حلوة استغفروا ربنا كتير صلوا على النبي دايما هتطلع من الهم اللي انت فيه بإذن الله هتطلع من الهم والمشاكل وهتنتصر بمشاية الله تعالى ان شاء الله بإذن الله عندك فرحة في البيت فرحة في البيت عندك توكيع ورقة حياتك وقف عليها حياتك وقف عليها توكيع الورقة دي مهمة خلال شهر مارس عندك فرحة حلوة جدا 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 والورقة دي حياتك وقف عليها هيتجيب لك التغيير الجزري توضيح كل الأمور اللي انت فيها الحسد والسحر قالي بحياتكم من أقرب الناس لكم بص يا برج الدالو شايفة ان كل الأقنعة هتبقى قدامك كل الأقنعة هتبقى قدامك هتكتشف حاجات كتيرة جدا هتكتشف حقيقة هتكتشف خيانة هتكتشف حاجات كتيرة جدا من كتر الطعنات ما بقيتش عادر تفتح يونك وتشوف حقيقة الناس اللي قدامك الطعنت كتير جدا خلال شهر مارس هتكون عندك طاقة عالية هيكون عندك شجاعة هتكون جريء من كتر اللي انت تعرفه قلبك هتموته وهتبدأ تكمل حياتك من جديد هتقف وهتكمل من جديد الجراءة هتكون أكلة كل حياتك يا موليد بور جدا بص يا بور جدا أنا شايفة أن أنت أرباح حلوة جدا عندك فلوس عندك مكاسب عندك وظيفة جديدة مقدم عليها وهيجي لك ورقة تمضيها عندك أرباح حلوة جدا مشروع أنت دايما شغال فيه وإن شاء الله بإذن الله هيجيب لك رزق حاجات حلوة جدا عندك أيام مشرقة عندك أيام فيها القمر والشمس هينوروا حياتك وهينوروا طريقة وهينوروا لك القرارات اللي هي شغلة بالك عندك فرص كذا فرصة وعندك أمور حلوة جدا في المادية شايفة أن الفترة اللي جاية فترة حلوة فترة قوية فترة فيها أخبار حلوة فيها مكاسب حلوة جدا حاول أن أنت تستفيد من الأيام الحلوة اللي عندك استفادوا بلاش تكونوا منزعجين تعبنين طول حياتكم يا دلو شايفة أن الأيام اللي جاية إن شاء الله بإذن الله هتكون نشيد الطاقة عالية والفرح والأخبار الحلوة قدمة إن شاء الله بإذن الله شايفة أن أنت عندك حصوص حلوة الأيام اللي جاية الله أكبر عليك أخبارك هتكون حلوة جدا هتسمع أخبار حلوة ما تديش أودانك لحد ما تسمعش لحد عندك ارتفاع في حياتك وفي حياتك النفسي في المعنويات معنوياتك هتكون مرتفع وهتزور الطبيب وهتكشف إن شاء الله بإذن الله هتغير من نفسك وهتعاد الأيام اللي جاية هتحقق حاجات كتيرة جدا هتوصل لحاجات حلوة جدا شايفة أن أنتو أشخاص طموحين بتحبوا تسعوا بتحبوا بتكسوا أعمى أقصى جهدكم علشان تكملوا حياتكم يا موليد برج الدب برج الدب شايفة أن أنت هتوصل إلى هدفك هتشتري هتعزل هتغير مكانك هتوصل إلى مجموعة أهداف كتيرة جدا في حياتك إلغي كل الأصدقاء السوء من حياتك عندك تلطيف الأجواء عندك تسوية مواضيع عندك مواضيع حلوة جدا هتحلها الناس المتجوزة عندكم أخبار حلوة إن شاء الله بإذن الله خبر حلم لا هتسمعوا طفل جديد أخبار هتغير حياتكم تحياتي لك يا موليد برج الدلو أتمنى لك شهر مبارك ما تنسوش تضغطوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد